السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير وباحسن الاحوال واليوم ان شاء الله سنشارك معكم كروة سمالحة سهلة وسريعة في التحذير بدون عجين مغرق بحشوة اقتصادية مكونات ديالها جد بسيطة وفي نفس الوقت كتجي لديدة بساف فغادي نجزوا دابة مباشرة باش غادي نشوفوا المكونات مع الطريقة ديال التحذير وان شاء الله تجربوها وتنال اعجاب ديالكم فغادي نحتاجوا العجين ملعقة كبيرة ديال الخميرة وإلى استعملتوا الخميرة الجافة فغادي تديروا ملعقة كبيرة لممسوحة ما يعادل 7 جرام وملعقة كبيرة ديال السكر حبيبات وعندي خليط ديال الحليب والماء فدرت نصف كأس ديال الحليب مع كأس ديال الماء خلطهم ودفيتهم وهنا ضفتهم الخميرة فالخليط يكون دافئ فقط ما يكون سخن بساف هكا باش ما يبطلش هنا المفعول ديال الخميرة وتفسد لنا العجين وغادي نضيف هنا أربع ملاعق كبيرة ديال الزيت وغادي ناخدوا بيضا غادي نفصل البياد عن السفار غادي نضيف البياد للخليط والسفار غادي نحسافض به حتى الآخر مرحلة باش ندهن به كروباسة وملعقة صغيرة ديال الملح بطبيعة الحلي ملح دائما كيبقى على حسب الضوء صافي هنا غادي نمدك نضيف في الدقيق الأبيض غادي نبقها كبيرة نضيف في الدقيق الأبيض تدريجيا حتى غادي تشكل عندي العجين هنا في الأول أنا بقيت كنخلطها هكا بالملعقة حتى تشكلت عندي العجين ومن بعد هكا غادي نستعمل إيدي باش غادي نعجنها وندلكها مزيان فغادي نحطها في فق سطح العمل هكا باش غادي ندلكها مزيان وغادي نحصل على عجين لغادي تكون رطبة وفي نفس الوقت ما تلتسقش في اليدين فهنا عندي العجين واجدة غادي نحطها في البول اللي دهنتها بالقليل من الزيت وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى تخمر واضعها في الحجم ديالها بالنسبة للحشوة فعندي كيميا ديال صدر دجاج اللي غادي تبقى على حسب الرغبة ديالكم ديرو الكيميا اللي غادي تناسبكم انا درت فقط نصف صدر ديال الدجاج وشحرتو شوية مع زيت الزيتون او زيت المائدة شوفو انتم ما بشمو الفنكة طيبة وكنخليو هادك صدر ديال الدجاج كيتشحر شوية عاد كنضيفو حبة ديال البصل اللي تكون كبيرة مش اللي ده رقيقة وملعقة كبيرة ديال قصبر ومعدنوس اللي مقطعين الرقاق وهنا غادي نضيفو التوابل الملح اللي غادي بقى حسب التوق القليل ديال كوركو الفلفل الاسود الزنجبيل والفلفل احمر بطبيعة الحال غادي تضيفو التوابل اللي كتناسبكم وغادي نضيفو ايضا القليل ديالتو مجفف وغادي نخلط هاد المكونات وغادي نخليو كيتشحر شوية من بعد غادي نضيف ليهم ثلاث حبات ديال الجذر اللي حكيتو مرقاق وغادي نخلط هاد المكونات حتى كينساجمو بطبيعة الحال لحشوة دائما كتبقى اختيارية فممكن تضيفو الحشوة اللي كتناسبكم على حسب الدوق ديالكم فغادي نخليها حتى كالطيب تماما وغادي نتفعه لها مليكت خمر العجين وكيتدعف الحجم ديالها فكتولي بهذا الشكل هادا فغادي نفرغ منها الهواء اللي تشكل فيها وكتشوفو معايا القوام ديال العجين كتكون هكا زوينة بزاف كتجي رطباء وفي نفس الوقت بما كتلتسقش في اليدين وما كتلتسقش لنا حتى في سطح العمل وكتكون ساهلة اننا نخدمو بيها بكل سهولة فمباشرة غادي نقسمها لكورات فانا قسمتها لتسعة ديال الكورات وسبق لي وحضرت معاكم كروة صلي حلوة بنفس المقادر وكنت في هاد المرحلة قسمتها لتمنية ديال الكورات حتى هي كتجي نتيجة ديالها زوينة بزاف غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفة في صندوق الوصف اللي بغا تشوفها مليها كشكلة الكورات غادي نمررهم في الناشا لي ما عندهاش الناشا او ما بغاش تستعملها فممكن تدير الدقيق الابيض فانا في الوصفة السابقة ديال الكروة الصحلوة هنا بس عملت الناشا فق نهائيا درت فقط الدقيق الابيض وغير كنشكل الكورات مباشرة كان بدها كنبسطهم فدائما كان بقا كان نرش هكا بالناشا وكنبسطهم بالمدلك بهذا الشكل هذا على شكل دوائر ونحاول انهم يكونوا متساوين فغادي نستمر بهالطريقة حتى غادي نبسطهم كاملين من اللي كان بسط جميع الكورات يعني تسع ديال الكورات كان بدي هنا كان اخد وحدة وكان دهنها بالزبدة وكان نرش رشة خفيفة ديال الناشا وكان نرجع نحط وحدة اخرى وندهنها حتى هيها كملفق بالزبدة ونرش رشة خفيفة ديال الناشا و كنستمر بها الطريقة هادي حتى غادي نسالي تسعة ديال الكورات كلهم واخر واحدة اللي غادي ندير من الفوق ما غاديش نحتاج ندهليها الوجه ديالها بالزبدة او نرشها بالناشق غادي نخليها هاكاك بالنسبة للزبدة من اللي احسن انكم تستعملوا الزبدة الخاصة بالتوريق هاكا بشتعطيكم نتيجة تكون زوينة بزاف فانا هنا ما كانش متوفر عندي الزبدة ديال التوريق فاستعملت الزبدة مارغارين فقط وهنا هاكا كتشوفوا معي هنا ساليتهم كلهم فغادي نديرها في التلاجة حتى كتبرد هاديك الزبدة وكتشت دراسة ما اللي دخلت هادي العجيل التلاجة فانديروها في المجمد غير دقيقة او جوج ديال دقيق فهي كافية غير باش هاديك الزبدة كتشت دراسة وما اللي نبدأوا نبسطوا العجيل ما تبداش كتخرج لنا من الجوانب خصوصا الى كالجو سخون وهنا مباشرة غير كنجبدها من تلاجة كتكون هاكا الزبدة شاد دراسة كنبسطها فوق سطح العمل بشكل دائري وغادي ناخدها كقطعة ديال بيتا وغادي نقطعها متلاتات غادي ناخد الحشوة اللي وجدت معكم من قبل وبطبيعة الحال الحشوة هنا كتكون بردات تماما وغادي نوزعها بهذا الشكل هذا من بعد غادي ناخد قطع ديال جبن تديروا اي جبن متوفر عندكم انا هنا قطعته بشكل طولي واللي بغا تديروا محكوك فغادي بقى على حسب الرغبة اما تديروا الجبن ديال السوندويتش او تديروا فرماج حمر او قودة او ايدام اللي بغايته وغادي نبدأ كنشكل هاكا كروسة ديالي بطريقة العادية كنلف بهالطريقة حتى غادي نسالي الكيمية اللي عندي كلها واي واحدة هاكا صايتها كنحتها مباشرة في الصفيحة ديال الفرن اللي فرش فيها الورق واللي ممتوفرش عندها الورق ممكن دهن صفيحة ديالها بالزيت فمليكن شكلهم هاكا غادي نخليهم حتى كيخمروا للمرة الثانية وكيتداع في الحجم ديالهم من بعد غادي ناخد صفار ديال البيضا اللي حتى فط به في الاول كنضيف ليهم ملعقة كبيرة ديال حليب وكندهن بيها العجين وكنرشهم من الفوق بالقليل من السمسم وكندخلهم الفران بالنسبة للفرن فكنصخنوا من قبل على درجة حرارة ميتين درجة كنشعلهم من الفوق ومن التحت وكنخليه حتى كيصخن مزيان عاد كندخل صفيحة ومن اللي كندخل كنرجع الفران غير على مية وتمانين من الأسفل فقط حتى كتبالي هاكا ره طابت من التحت وكنشعل حتى الفوق باش كتجياها هذيك اللهبة من الفوق وكتتحمر ومن اللي كتطيب وكنخرجها من الفران فكيجي هدا هو الشكل ليالها كتجي زوينة بزاف وكتجي خفيفة ومورقة ولو أنا هنا ره مستعملت الزبدة الخاصة بالتوريق سعملت فقط مارغارين كيف ما سبق لي وذكرت لكم إلا أنتم استعملتوا الزبدة الخاصة بالتوريق ونوعية جيدة فغادي تعطيكم نتيجة لأحسن فهذا هو الشكل ليالها كتجي زوينة بزاف وكتجي الليدة إن شاء الله تجربوها وتنال إعجاب ديالكم ونتلقوا في وصفات أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة